ازايك شبابوا عمليين يا رب كلوا بخير يا رب هنبدأ النهاردة بإذن الله نشرح الزمن المضارع التام المستمر تلتة اعدادة اه تمام طيب والفرق بين المدرع المستمر و المدرع التام تمام انا هسيب لكم في ديسكريبشن شرح زمن المدرع التام لو انتم حابين نعمل فيديو عن الفرق بين المدرع التام المستمر و المدرع التام في فيديو الاثنين مع بعض هجمعهم تمام بتنسوش تعمل subscribe ولايك الفيديو واكتبولي comment لو انتم حابين ايه نعمل فيديو كمان لاثنين الزمنين مع بعض. تمام? لان الزمن ده ناس كتير قوي تتلغبط بين الزمنين وزي ايه? امتى نحط الزمن ده? وامتى نحط الزمن ده? هنحاول بازن الله نسهل كده الامور بسم الله رحمه. طيب اول حاجة هو شكل الزمن. انا قلت اول حاجة ببدأ ايه بالفورم بتاع الزمن بتاعي? وشكل الزمن. طيب الزمن بيبدأ بايه? بفاعل. تمام? طيب. فاعل. الفاعل ده ممكن يبقى مفرد ممكن يبقى جامع. مفرد زي اي فاعل مفرد او هي وش هي وقت. تمام? هنا اي فاعل جامع او اي بي 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 بزي. ضمائر الايه? ادي ضمائر لجماع. وادي ضمائر المفرد. تمام? طيب. بعدين have وهاز. طبعا هاز مع ايه ضمائر المفرد? وهاز مع ضمائر الجماع. هاز مع ضمائر المفرد. وهاز مع ضمائر الجماع. دي اساسيات لازم نبقى عارف انها. تمام? بعد كده. بين والفرب بإيه في آي إني جي والفعل هنا الفرب اللي هو الفعل في إيه في آي إني جي نقول تاني الشكل الآيه شكل الجملة في زمن المضارع التام المستمر الأهم حاجة لازم أبقى عارفة شكل الأزمنة بتاعتي شكل الأزمنة بتاعتي مهم جدا أن أبقى حفظة شكل الزمن بيكون من إيه من فاعل بعدين هاذ وهاذ بعدين بين والفعل بإيه طيب ناخد مثال يعني إيه الكلام ده أهي هاذ تاني جزء بين موجودة فعله في آي إني جي معايا كده أجزاء الجملة إيه خلصت أكامل بآيدي طيب يعني إيه معركة جملة نترجمها كده يعني أنا 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 بنضف المنزل من الساعة 12 الصبح يعني إيه برضو يعني أنا كنت بنضف المنزل ومازلت بنضفه ولسه هكمل الفعل ده يبقى أنا هنا باستخدم زمن المضارع التام المستمر عشان أعبر عن حاجة إن أنا كنت بعملها تمام في وقت الماضي وأنا لسه مستمر إن أنا بعملها ولسه هكمل تمام يبقى أنا حاجة لسه إيه مستمرة وهتكمل معها لسه ما خلصتش تماما تمام طيب عشان أمفي بحط النفي بعد إيه بعد هاذ وهاذ عشان أمفي بحط النفي بعد هاذ وهاذ تمام بنا قلت أي ضمير فاعل هحط بعد إيه هاذ أي ضمير فاعل جمع تمام هحط هاذ وأي ضمير فاعل مفرد هحط هاذ بعدين نت بعدين بين بعدين آي إن جي بعدين نت بعدين ايه بين بعدين آي إن جي أنا هنا زودت النفي يعني هاذنت اللي اختصار وهاذنت يبقى باختصر هاذ به هاذنت اللي هاذ نت به هاذنت وهاذ نت باي بهاذنت تمام طيب نشوف مثال she hasn't been cooking she hasn't ايه she hasn't been cooking يعني هي ما بدأتش تطبخ وما بتطبخش ومش هتطبخ تمام? يبقى هنا باخد ايه? ادي اول جزء معي ادي الفاعل. اه هاز موجودة. طيب دي نط اللي هي النفي هازنت ماشي. ادي كده ايه? بقيت الجملة. بعدين بين بعدين فعل بانجي انتهت ايه? الزمن عندي. اسمه زمن ايه يا شباب? مضارع تام مستمر. ما ننساش الزمن وشكله عامل ازاي وبتكون من ايه? تمام? طيب عشان اسأل في الزمن ده. عشان اسأل ايه في الزمن ده. السؤال عندي هسأل بـ ايه يا شباب? اول حاجة هسأل بهل. يبقى انا بعكس مش انا قلتها هي هاز. مثلا او شي ايه? ay have. يبقى انا بروح عكسها يبقى have وهاز بعدها الايه? بعدها الفاعل. have وهاز بعدها الايه? الفاعل. تمام? يبقى انا عندي have وهاز الفاعل مع have هيبقى فاعل جامع اللي هي ايه ضمائر الجامع I, B, U, Z تمام I, B, U, Z ادي كده ضمائر الجامع وهاز هي وشي وقت هاز هي وشي وقت تمام كده يبقى انا كده دول ايه دول السؤال معناها هل بعدين الفاعل هنا هاختروا وحطوا ايه حسب الضمير المساعد اللي انا اشتغلت بيه تمام بعدين بين بعدين الفاعل بقى I, N, G زي ما هو تمام ناخد مسألة على السؤال Have you been cooking تمام هل بدأت الطبخ ومازلتي مستمرة وهتكملي Yes, I have طبعا ما اجاوب بإيه بي Yes, I have أو A No, I haven't ليه حولت you هنا لا I لان هنا انا جبت ضمير المنعكس لي انا مقول لك مش منعكس يعني اللي بيرد عما اسألك انت انت بتجاوب انا فانا عكس الضمير غيرته تمام بقى انا هنا بغير الضمار تمام يا شباب اول صفحة مفهومة لو فيه اي حاجة مش مفهومة كتبولي في التعليقات ولو الشرح عجبكم كتبولي برضو وعرفوني في التعليقات طيب تعالوا بقى نشوفوا الكلمات اللي بتدل على الايه على الزمن ده الزمن ده عشان افرق بينه بينه وبين المضارع التام مضارع التام Just already الكلمات اللي بتدل عليه يعني Just already Yet Whatever Never كل دي الكلمات بتدل عليه يبقى انا هنا ايه سمعنا هنا يبقى دول ايه اه مشتركين بين المضارع التام والمضارع التام المستمر طب في هنا اتنين ايه اتنين مشترك مش مشتركين يبقى دول بتوع بس ايه بتوع المضارع التام المستمر تمام طيب ايه هما معناها لمدة وبيجي بعدها المدة الزمنية اقول لك for two days لمدة ايه يومين طب معناها منذ بيجي بعدها بداية الحدث اما اقول لك مسلا منذ يوم الاحد يبقى انا بدأت الحدث ده في الماضي وهو لسه مستمر وهيستمر تمام طيب all معناها طوال معناها طيب معناها ما يزال اللي هو يزال حاجة مستمرة ستل مستمر والكلمتين دول اكتر كلمتين بيجوا عشان ايه عشان استخدم المضارع التام مستمر وهنشوف برضو في حال الاسئلة وهنفهمها تمام طيب تعالوا نشوف بقى الزمن ده بيدل على ايه تدل على حدث بدأ في الماضي ولسه مستمر واحتمال يستمر يبقى انا الحدث الحدث ده بدأ فين في الماضي ولسه مستمر وفي احتمال يستمر طيب في حتة كده هي مش عاليكم في المنهج بس احنا لازم نبقى فهم منها ان مش كل الافعال ينفع حطها في ايه في زمن المضارع المستمر مش كل الافعال اصلا ينفع حطها في الاستمرارية تمام يعني في افعال كده السنسز اللي هي الاحساس الافعال تمام والافعال stage برضو دي حاجات ماينفعش حطها في الاستمرارية اقول لك مثلا I know انا اعرف طيب ينفع حطها في الاستمرارية يعني ايه انا قاعد بعرف لا لكن مثلا اقول لك I play انا قاعد بلعب يبقى دي جملة ايه مستمر لكن في افعال ماينفعش حطها في الاستمرارية ولازم تعرفها من المعنى طيب تعال نشوف كده ايه ناخد مثال I have been I ادي الفاعل have ماشي been موجودة waiting اللي هو ايه ينتظر يبقى انا ايه كنت بنتظر for ادي الكلمة او اذي العلامة اللي بتدلع الزمن the bus ده مش دي سوري for a long time تمام waiting for دي دي طبعه waiting فهو ينتظر البصل لمدة ايه وقت طويل يبقى في احتمال ان هو ايه يستمر في الانتظار كمان تمام طيب حدث بدأ في الماضي وما زال اثره ايه موجود تعال ناخد مثال it has been running all day دي كانت قعدة ايه بتجري طول اليوم so so معناها ايه لذلك بيجي بعدها نتيجة the garden is wet sorry مش running raining يعني تمتر يا شباب انا يعني بصور الفيديو ده في اخر ليه الصاعر باع الفجر وايه واحد بينام اساسي تمام طيب it has been raining يعني انها كانت تمتر all day طوال اليوم so it a the garden is wet wet يعني ايه مبتل مبللة يعني تمام يبقى هنا حاجة كانت بتحصل في الماضي ولسه ما زالت بتحصل وممكن تحصل كمان ولكن اصارها موجود تمامك يا شباب يبقى ده شرح زمن المضارع التام المستمر لو انتوا حاب انا هسيب لكم في description تحت شرح زمن المضارع التام بس تمام طيب لو انتوا حابين تاخدوا screen اهي ولو برضو حابين اعملكوا فيديو على الفرق بين او يعني نعمل فيديو نحط الزمنين في نفس الفيديو عشان ايه نفرق ما بينهم اكتبوا لي في التعليقات وما تنسوش تعمل كومنت لطيف زيكم وتعمل سبسكرايب القناة وبالتوفيق يا رب